السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم بعنوان النشاط الصناعي الجزء الثاني بداية عزيز الطالب أهداف الدرس حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يذكر أنواع الصناعات وثانيا يوضح المقصود بالصناعات الاستخراجية وثالثا يعطي أمثلة على الصناعات التحويلية عزيز الطالب تحدثنا في درسنا السابق عن النشاط الصناعي وسوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن أنواع الصناعة هيا بنا عزيز الطالب لنتعرف على أنواع الصناعة بداية لنبدأ بالهدف الأول يذكر أنواع الصناعات أنواع الصناعات تنقسم الصناعة إلى قسمين أولا صناعات استخراجية وثانيا صناعات تحويلية ومن الأمثلة على أنواع الصناعات أولا استخراج النفط والغاز وثانيا تحويل القطن إلى ملابس عزيز الطالب ما المقصود بالمواد الخام؟ هي المواد في صورتها الأولى دون حدوث أي تغيير عليها والآن أجب على السؤال التالي عزيز الطالب أذكر أنواع الصناعات أولا أحسنت الصناعات الاستخراجية وثانيا ممتاز الصناعات التحويلية والآن هيا بنا عزيز الطالب لننتقل إلى الهدف الثاني يوضح المقصود بالصناعات الاستخراجية عزيز الطالب بداية ما المقصود بالصناعات الاستخراجية؟ هي الصناعات التي تقوم على استخراج المواد الخام من باطن الأرض مثل استخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي ويطلق على هذه العملية التعدين عزيز الطالب أضف لمعلوماتك التعدين هو عملية استخلاص الخام من باطن الأرض ويتم بطريقتين أولا تعدين سطحي وهي عبارة عن استخراج المعادن من مناجم مكشوفة فوق سطح الأرض وثانيا تعدين باطني ويتم بواسطة آبار للمواد الخام السائلة أو أنفاق للمواد الخام الصلبة مثل الفحم والذهب والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم 34 ثم أجب على السؤال التالي عزيز الطالب أذكر أمثلة لبعض المعادن المنتشرة في العالم أحسنت أولا الحديد الحديد وثانيا النحاس وثالثا الذهب عزيز الطالب عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم 38 ثم أجب على السؤال الثاني عرف المصطلحات الآتية الصناعة الاستخراجية أحسنت أحسنت هي الصناعات التي تقوم على استخراج المواد الخام من باطن الأرض والآن هيا بنا عزيز الطالب لننتقل إلى الهدف الثالث يعطي أمثلة على الصناعات التحويلية عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم 35 ثم أجب على السؤال التالي هل يمكنك تعريف الصناعات التحويلية من خلال الصور التالية أحسنت هي تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة والآن عزيز الطالب ما المقصود بالصناعات التحويلية هي تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة مثل تحويل القطن إلى خيوط لصناعة المنسوجات والملابس وتحويل البترول إلى مواد بتروكيماوية والحديد إلى معدات وآلات عزيز الطالب أضف لمعلوماتك المواد البتروكيماوية هي المواد المصنعة من البترول أو الغاز الطبيعي وهي تشمل العديد من الصناعات مثل البلاستيك ومواد التنظيف وزيوت التشحيم وغيرها ويوجد مصنع للبتروكيماويات في منطقة مسعيد الصناعية بدولة قطر والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم خمسة وثلاثون ثم أجب على السؤال التالي أعطي أمثلة لأشهر الصناعات التحويلية في دولة قطر أولا أحسنت الصناعات الغذائية وثانيا ممتاز الصناعات البتروكيماوية والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم ستة وثلاثون ثم لاحظ الخريطة التالية والتي توضح أهم الصناعات التحويلية وتوزيعها في العالم ثم أجب عن الأسئلة التي تليها نلاحظ عزيز الطالب من خلال الخريطة التالية أهم الصناعات التحويلية في العالم وأماكن انتشارها ونستنتج منها ما يلي أن الصناعات التحويلية تنتشر في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأن الصناعات التحويلية تقل تقل في قارة إفريقيا وقارة أستراليا والآن أجب عزيز الطالب على الأسئلة التالية السؤال الأول أعطي ثلاثة أمثلة للصناعات التحويلية أولا أحسنت الحديد والصلب وثانيا ممتاز الألمنيوم وثالثا أحسنت المنسوجات والآن السؤال الثاني تنتشر الصناعات التحويلية في قارة أحسنت آسيا وأربا السؤال الثالث تقل الصناعات التحويلية في قارة ممتاز إفريقيا وأستراليا والآن أجب على السؤال التالي أعطي أمثلة على الصناعات التحويلية أولا ممتاز الألمنيوم وثانيا أحسنت المنسوجات وثالثا ممتاز الحديد والصلب والآن عزيزي الطالب تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن أنواع الصناعات وأن الصناعة تنقسم إلى قسمين أولا صناعات استخراجية وثانيا صناعات تحويلية أما الصناعات الاستخراجية فهي الصناعات التي تقوم على استخراج المواد الخام من باطن الأرض مثل استخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي ويطلق على هذه العملية التعدين ومن الأمثلة على الصناعات الاستخراجية أولا استخراج الغاز والبترول وثانيا استخراج المعادن كما تحدثنا أيضا عن الصناعات التحويلية وهي تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة مثل تحويل القطن إلى خيوط لصناعة المنسوجات والملابس وتحويل البترول إلى مواد بتروكيموية والحديد إلى معدات وآلات ومن الأمثلة على الصناعات التحويلية أولا المنسوجات وثانيا الحديد والصلب والآن عزيز الطالب أجب على الأسئلة التالية أولا يطلق على عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة أحسنت الصناعات التحويلية وثانيا اذكر أنواع الصناعات أولا أحسنت الصناعات الاستخراجية وثانيا ممتاز الصناعات التحويلية أعزاء الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم وبذلك أعزاء الطلاب يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر